اشتركوا في القناة قموا بالضغط عليه هكذا وبكل بساطة قمتم بتفعيل الإشعارات وسيقوم هاتفكم أو حاسوبكم بإخباركم في حالة نشر فيديو من فيديوهات قناتكم المفضلة هل تعلم؟ قسم التصميم هو القسم الأكثر سرية في كل شركات العالم حيث لا يسمح لأحد بالدخول إليه ففيه عمل أكثر الناس إتقانا وتفنيا في العمل والذين يوظفون كافة التقنيات العالمية والتقنية لكي لا يؤثر التصميم السلبا عن المنتج نفسه في هذا المقطع سنصلت الضوء على الثقوب كيف توضع ولماذا؟ وهل لها أي دور في سلامة المستعمل؟ وعن الأشياء الإضافية أيضا في منتجات تستعملها كل يوم لكنك لا تنتبه بتاتا لتصميمها أولا الأقلام هل تسألت يوما عن الثقب الموجود بأحد جوانب أقلام الحبر؟ بدون هذا الثقب الصغير لا يمكنك الكتابة أبدا ليس هذا فقط إذا لم يكن هناك ثقب يمكن للقلم أن ينفجر في الأماكن التي يكون فيها الضغط منخفضا كقمم الجبال والطائرات إذن فذلك الثقب يساعد على موازنة الضغط بين داخل القلم وخارجه ثانيا قطعة ثوب إضافية يعتقد العديد من الناس أن قطعة القماش الإضافية تستعمل كرقعة إذا ثقب السروال أو القميص لكن السبب وراء وضعها مع المنتج مختلف تماما فهي توضع لغسلها في الغسالة وذلك ليعرف المستعمل كيف يتفعل ذلك الثوب مع المنظف أو المبيض المستعمل للغسيل ثالثا الثقب في غطاء الأقلام يعتقد البعض أن ذلك الثقب موضوع في مقدمة الغطاء لجمالية التصميم لكن في الحقيقة مفيد جدا فبدون ذلك الثقب إذا أغلقت القلم ستولد ضغطا مرتفعا على رأسه مما سيؤثر على الحبر ولن يخرج ثانيا إذا تم ابتلعه من طرف التلاميذ الصغار فوجود الثقب سيسهل التنفس إلى أن يستخرجه طبيب مختص وهكذا يكون خبراء التصميم قد أنقذوا أطفالا كثر من الموت بفضل ثقب واحد رابعا الثقب الصغير في القفل يبدو أننا لن ننتهي من فوائد الثقوب هذا اليوم العديد من الأقفال تملك ثقبا صغيرا بجانب ثقب المفتاح أولا ذلك الثقب مفيد لإضافة الزيت إذا تعطل القفل ثانيا يعمل الثقب على استنزاف الماء إذا غمر القفل من الداخل عند سقوط الأمطار مثلا أما الأقفال التي لا تملك ثقوبا فهي إما للاستعمال الداخلي أو أنها مصنوعة بمادة مقاومة للصدى خامسا سدادات عبوة المشروبات الغازية إضافة إلى استعمالها لفتح العبوة يمكن أن تستعمل للتحكم في القشة فكما تعلمون عند وضع القشة مباشرة ستستمر في الصعود بسبب ضغط الغاز داخل العبوة لكن الثقب الموجود في سدادة العبوة يساهم في التحكم فيها ولا يسمح لها بالصعود سادسا الجانب الأزرق من الممحات الأسطورة المنتشرة بين تلاميذ المدارس هي أن الجانب الأزرق يمسح ما كتب بأقلام الحبر وإذا جربت ذلك فحتما ستكون قد تسببت في إطلاف الورقة لكن الحقيقة أن الجانب الأزرق يمح ما كتب بأقلام الرصاص لكن في الورق المقوى والذي يكون أكثر سمكا من الورق العادي سابعا قطعة البلاستيك في كابل الشحن يعتقد الكثير أن تلك القطعة البلاستيكية موضوعة في الكابل للزينة فقط القطعة البلاستيكية المستطيلة السوداء الموجودة في نهاية بعض الأسلاك تسمى بحبة الفريت تحتوي على دائرة إلكترونية صغيرة مهمتها منع تدخل أمواج الراديو الصديرة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى وبهذا سيبقى تدفق الطيار الكهربائي مستمرا والجهاز سليما أيضا ثامنا الثقوب في نوافذ الطائرة كل من يستقل الطائرات خلال أصفره يلحظ ثقوبا صغيرة في نوافذ الطائرات وسبب ذلك لا يعرفه أغلب الركاب لكنه أمر مهم جدا إذ إن غياب الثقوب هو الذي يجب أن يثير المخاوف تعدل الثقوب الصغيرة في زجاج نوافذ الطائرات كما الضغط الذي يمر بين أجزاء النافذة الداخلية والخارجية فتخفض هذه الثقوب المفيدة الضغط وتغيز زجاج الداخلية الضرر الذي يتعرض له فقط الجزء الخارجي من النافذة تاسعا وأخيرا الأزرار المعدنية في السروال الأزرار لم تضع في مكانها بدون سبب وترجع قصة وجودها إلى وقت انتشار ارتداء بناطير الجنز وسط الطبقة العاملة في أوروبا والتي كانت تقوم بالأعمال الشاقة وكان العمال يشتكون من تمزق جيوب بنطلون الجنز بسرعة كبيرة نظرا لقيامهم بحركات شاقة طوال اليوم فقرر منتج الجنز استخدام الأزرار الثابتة لضمان عدم تمزق الجيب بسهولة وحتى تضمن له ثباتا كبيرا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟